السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني العدالي. اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من درس اللغة عربية. محل تدريبات درس العلم واجب للشعر العراقي جميل صدقي الزهاء. نكتب مع بعض التدريبات صفحة تسعة وعشرين. النشاط الاول ابحث النص عمالي. واضفه الى معاجمك اللغوية في جميل العندق. مراد في ضياء طبعا ضياء نور. يمكن يقول العلم نور. تيسير. تخفيف. العلم في تخفيف للمصائب. ناحية جهة. نضحها بجملة اذهبوا جهة الشاطئ. مضاد الجهل العلم. العلم طريق المجدي. مضاد تضييج توسيع. في العلم توسيع الابواب التجارة والرزق. الخسائر. المكاسب. العلم له مكاسب كثيرة. مفرد واجبات. واجب. العلم واجب. مفرد العلم. العلم يرفع مكانة صاحبه. مفرد جوانب. جانب. هذا جانب كبير. جمع المكسب. المكاسب. العلم له مكاسب كثيرة. المنقبة. المناقب. العلم المناقب كثيرة. العقيدة العقائد. العقائد كثيرة. ننتقل النشاط الثاني. اقرأ ثم اجب. في العلم تخفيف لما يعر الحياة من من النواء. في العلم توسيع لابواب التجارة والمكاسب. في العلم اصلاح المفاسد والعقائد والمزايا. الف. هاتن الابيات مراد في يصيب. يعرو. العلم يخفف لما يعرو الحياة من المصائب. جمع المذهب. المزاهب. المزاهب كثيرة. مضاد تديق توسيع. العلم في توسيع لابواب التجارة والرزق. مفرد العلوم العلم. العلم نور. رقم باق. اشرح الابيات باسلوبك. الابيات يتحدث عن فوائد العلم. للعلم فوائد متعددة. فهو يخفف عن الانسان المصائب. ويسعد على تحملها. ويوسع له ابواب التجارة والرزق. كما يسعد على اصلاح مفاسده ويهديه الى الايمان. ويزيل عنه الخرافات والجهل. رقم جيم. ماذا يريد الشاعر من قوله في العلم توسيع لابواب التجارة والمكاسب. يريد ان يقول ان العلم يوسع الانسان ابواب التجارة والرزق. وفيه ترغيب للناس. الى استخدام العلم في التجارة. رقم دار. اعرف الكلمات الملونة في الابيات. في العلم توسيع. توسيع اكتدأ مؤخر منفوع وعلامة رفعيه الضمة. لابواب التجارة. التجارة مضاف الى مجرور وعلامة جرية الكسرة. اصلاح المفاسد والعقائد. العقائد. اسم معطوف مجرور وعلامة جرية الكسرة. رقم ها. ده علامة قطأ امام الفكرة التي لم تارت في النص. يرى الشاعر ان العلم مهم ولكنه لا يكسب الانسان مكاسب مادية. طبع عبارة خطئة. لم يدري الشاعر انه لم يوفي العلم حقه من الثناء. طبع عبارة خطئة. الشاعر كان يدري وكان يعرف. انتقل الى الصفحة رقم واحد تلاتي. النشاط الثالث. نشاط. نشاط الرابع. نشاط. لكن النشاط الرابع فيه رقم تلاتة. اخر الصفحة. استبدال كلمات اخرى مناسبة بكلمات النص ملونة. طبعا كلمة المطالب. معنى المطالب. الحاجات والمقاصد. والجهل اشبه بالظلام يحفوه. يحفوه. طبعا معناها يحوطه. كل جهة. اعمال من سكل المتاعب. سكل معناها حمل سكيل والمراد طبعا طعب ومشكة. في العلم تخفيف. تخفيف معناها تيسير وتسهيل وتلطيف. نتقل الى نشاط الخامس. نشاط. نشاط السادس. نشاط. نشاط السابع. مع بعض. نشاط التامن. برضو نشاط السابع. نشاط. نشاط من حيث التجرد والزياد. الف. انتصر الجيش المصري على العدو الصهيوني في عام 1973 ميلادية. انتصر. فعل. مزيد سلاسي بحرفين. الف. والت. اخ. الرسول بين المهاجرين والانصار. اخ. مزيد سلاسي بحرف. والالف. حرم. الله اكل مال اليتيم. مال اليتيم. حرم. برضو مزيد سلاسي بحرف والتضعيف. قفر الله من الزنوب. طبعا هنا مجرد سلاسي. اقول الحق ولو على نفسك. تقول الحق ولو على نفسك طبعا مده مجرد سلاسي. النشاط التاسع. جرد الافعال الاياتية من الزيادة ثم اضعها في جملة مفيدة من الانشاك. تقربا قربا قربا الامل في النصر. استمالا مالا مال الحمل ثقليه. طبع صرا باع صرا الرجل الحب للطيور. رقم با اقرأ ثم اجب. جلس الزيادة على احد المقاعد في محطة مترو الانفاق. ينتظر ان يصل المترو ليستكله الى محطة جامعة القاهرة. ولكن يزي راعه ان الناس يتدافعوا بشدة. وكل منهم يهروا الى الابواب ليصعدوا المترو دون ان يعطوا الفرصة للنازلين ان ينزلوا. ما رأيك فيما يفعله بعض الركاب من تدافع على ابواب مترو الانفاق طبعا تصرف غير صحيح. رقم باق. استخد من عبارة السابقة كل الافعال وبين نوحة من حيث التجرد والزيادة. اول فعال عندنا جلسة مجرد سلاسي. ينتظر مزيد سلاسي. حرفين الف والتاع. يصد مجرد سلاسي. يستقله طبعا مزيد سلاسي بسنة احرف الف والتاع. رعى مجرد سلاسي. تدافع مزيد سلاسي بحرف. يهرول مجرد رباعي ليصعدوا مجرد سلاسي. ويعطوا مزيد سلاسي بحرف وينزلوا نزل مجرد سلاسي. النشاط الثامن. استخدم الكلمات الاتية مجردة ومزيدة في جمل من انشاك. بعصرة. بعصرة الفلاح الحبة. مد الولد يده. قال الرجل الحق. واعد الولد صديقه. احسن الولد عمله. النشاط التاسع. صل بين المجموع الف بما يناسب من المجموع باء. استعانى العجوز بالشاب لعبر الطريق. ناجى المؤمن رباه في جوف الليلي. اقتسم التاج راني الربح. وزع المخرج الادوار على الممثلين. شرط العشرة من كل خط. وكده انتهينا من حل تجربات درس العلم واجب. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر